الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد قد آذين يسرني أن أقدم تعريفا مجزا عن ضيفنا الكريم المبارك الذي وفد إلينا من مملكة التوحيد ومن المدينة النبوية الشريفة والشيخ عمدى مدرسة في معهد الحرم المدني سابقا وأيضا الآن الشيخ الداعية من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للمملكة العربية السعودية وللشيخ نشاطات وبرامج داخلية وخارجية وله رحلات دعوية لا تحصى في مختلف أنهاء العالم ومن ضمن الزيارات وفد إلينا وإلى هذا المعهد المبارك أولا نراحب بفضيلته وأدعوني أنني نسيت أن أذكر باسم الشيخ الشيخ حيثم محمد جميل صرحان من المدينة النبوية الشريفة فالآن نترككم ماء كلمة فضيلة خليتفضل مشكورا مأجورا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر 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 جزاكم الله خير نانسي قنقر 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 كنقر نانسي قنقر 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 ذكر نانسي قنقر 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 ينبه نانسي قنقر 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 شرك في الدعاء نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر شرك في الدعاء نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر شركي نانسي قنقر 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 الا لا لا لا. فهي فما يعلم أنه علىпод experte فكار السؤال فهي مستدر اللحم على الجزء بهذا السؤال فلم ينقل سمد الكثيرا يقضي هم مستدرون فوق شخص الأزمائي وأحسن وفوق شخص الأزمائي ورحمة مستدر أصلاف كم يختلف من كلاده فقر وفوق شخص الأزمائي ستصار سمتصار جواب لا أصلاف لا أصلاف إذا اعتقد أن هي التي تجفع الجن والشياطين والعين والحسن فهذا هو الشرك الأكبر وإذا اعتقد أن الله سبحانه وتعالى جعلها سبب لدفع الجن والشياطين والحسن فهذا هو الشرك الأصور أعلم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى التبرر طلب الباكة التبرك ينقسم إلى قسمين تبرك مشروع وتبرك ممنوع التبرك الممنوع الشرك أصغر وقد يوصل إلى الأكبر التبرك المشروع إما أن يكون بأمر شرعي أو أمر محسوس مموس التبرك المشروع يتبرك بالصلاة في المسجد الحام التبرك المشروع يتبرك المشروع أو يتبرك المشروع ويقول هذا والعمل بالقرآن بركة والتداوب بالقرآن بركة أو تبرق بأمر محسوس هذا أمر محسوس ملموس نعم إذا لم يثبت شيء في التبرق لا شوعي ولا حسي يكون هذا التبرق تبرق ممنوع شركة صعب التمسح بالعلماء التمسح بالقبور التمسح بالقبور التمسح بالأشياء بالأحجاب التمسح بالحجر والنبوية التمسح بالحجر أسود حجر لا يضر ولا ينفع نتبرك فقط باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبل الحجر ونعتقد أن الحجر لا نضر لا نفع والذي بأدي جلب المنافع ودفع المضار هو الله سبحانه وتعالى فالبارك لا تضرب الله من الله كذلك وذكر أيضا الزبح لله لكن بمكان يذبح فيه لغير الله لو هناك وناس يذبحون بأماكن لغير الله لا يمكن أن تأتي إلى المكان وتذبح لله فالاستغادة والاستعانة والشباع لا يمكن أن تضرب إلا من الله لا يمكن أن تقوم بإلا الله وإلا كان نوعا من أنوع الشركة الأصوى الأقدم نعم حتى، بسببوا الإستغادة ، إستغانا ، وعندما يبدو ، PNUKETA、PAMTAMATATILEEN THOOPEDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDU فإن قدامس إذاً شباهاتي شباهات ، خلقه ARAIEN PARWAREIEN 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 PARTWAREIEN PODDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDU فإنما تنبريد عملانبر إزام قداعم ، أينما جاء الله أحسن، يا الله إِنَّا رَيْنَا بِيَيْنَكِ سَبَاتِيْسِ يَرْبِيْنَا هَذَا مِنْ تَبْتَوْمُّرْكَ إِيْنَا سَبَاتِيْسِ هَذَا يعني شيء من هذا القسم الثاني تفسير التوحيد إظهام التوحيد ثم ذكّه في القسم الثالث الأدلة والبراهيم على بطلان عبادة ماسي والله لا يستحق أن يُعبد إلا الله النبي صلى الله عليه وسلم قال للأمة كاملة قال لا أغني عنكم من الله شيئا ولم يُعبدوا في كل سنة التارضل وقلت الله اللي بُتُبْ فَاظِيْنَا بُتَكِيَنْا بُنِيَا وَشُتْجَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم في أحرق وقُسَرْ لِبَعَاتِهِ ما استطاعا يدفع النفسي هذه فضلا يدفع الغير فإذا بطرت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا غيرهم لا بأولا هل الملائكة يخافون من الله؟ هل يخافون من الله؟ نعم إذا بطرت عبادة الشفاء حق لمن؟ الشفاء الله عليه وسلم حق لله سبحانه وتعالى حتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لا يستطيع أن يبدأ بالشفاء حتى يأذن له الله سبحانه وتعالى إذا الشفاء لا تطلب إلا من الله لا يمكن إماء الله الهداية بدي مان؟ هداية يا رولي يكيي ادخال احد برحمة الله وإخواج احد من رحمة الله هذا لا يخطر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاستطع عليه الصلاة والسلام ادخال ابي طالب بي رحمة الله الى اللا احد يستحق ان يُعبد لله ذكر في القسمة بابع اسباب وقوع الشرك ما هي الاسباب حتى نشتري بها لماذا يرقع الشرك اخطر الاسباب واعظم الاسباب واول شيء حدث في الارض بشبه انت الغلوف الصالحين فالصالح نتوسط فيه لا افرام ولا تفريد لا نركع ولا نسجد ولا نعبد هذا الصالح ولا نتمسح به وكذلك لا نسجم الصالحين نتوسط فيهم نحب الصالحين كما حب الصحابة رضو الله عليه صحابة الكامير اللي ينبقى الغلوف الصالحين الى الاخطر الاسباب واول شيء حدث بشبهة الغلوف الصالحين من اسباب وقوع الشرك ايضا الغلوف في قبور الصالحين يرقلوا في قبور الصالحين حتى بنوا عليها القبر والمساجد وصارت تطبيق ومن الامور التي نهينا عنها اننا لا نعبد الله عند القبور نعبد الله اين؟ في المساجد لا تجعلوا بيوتكم قبورة نأتي الى البيوت ونصلي فيها النواب لا تكون مهزورة كالقبور نترى نتها الله رسول الله كذلك القبور عندنا الزيارة لها على ثلاثة اخسام زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية القسم الأول الزيارة الشرعية الشرط الأول في الزيارة الشرعية أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الدار الآخر الشرط الثاني أن لا يشد إليها ضحل يعني لا يسافر لزيارة القبور لا تشد الرحال إلا لثاثة مسائل حتى بقية مسائل لا يشد إليها ضحل الشرط الثالث أن ينوي بهذه الزيارة الدعاء له وللأموال دعاء الله له وللأموال فإنها دعاء الأموال فعالي زيارة شركية بل هذا الشرك لكم وإنها دعاء الله لأموال فعالي زيارة بدعية من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئاً يقرب إلى الله إلا وآمر به وأعظم ما آمر به التوحيد ولم يترك شيئاً يبعي عن الله إلا وآمر وأعظم ما نهى عنه الشرك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحمى التوحيد فقط بل حما حمى التوحيد يعني كان هذا التوحيد جعل من خارج التوحيد سور وأخذ يحامض عن السور حتى لا أحد يقع بالسور فضلاً يقع بالتوحيد ولم يترك شيئاً يقع بالتوحيد ولم يترك شيئاً يقع بالتوحيد ولم يحصل على السور القرآن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجل. والله أعلم وصلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم. الله تعالى عليه وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم.